احبتي في المسيح اليوم ودي اقول لكم قصة اختباري ايش يعني اختبار تحولي من الاسلام الى المسيحية اول شي ودي انه تعرفوا انه انا ما بحث عن المسيح لكن هو اللي بحث عني وجلسني في مجلسه اولا انا خالد الشمري من قبيلة شمر من مدينة موقق قرب حايل ولد ونشأت من اب وام مسلمين وعشت في جدة وتربيت في جدة ومكة ودرست بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة كلية العلوم وتخرجت منها بتقدير جيد جدا عام ال94 ودرست الماجستير بنفس الجامعة وتخرجت بتقدير ممتاز تخصص بكتيريا وتزوجت عام ال97 ورحت مع زوجتي الى امريكا عشان ينسوي شهر العسل وبعدها قلنا نروح على امريكا مرة تانية على اساس امريكا كبيرة وتحتاج وقت اكتر عشان نشوفها على اي حال هناك تعرفت على مجموعة من المسيحيين وكانوا يبشروني بالمسيح وانا ادعوهم للإسلام بدافع الغيرة على الإسلام وطلبوا مني ايش اني اصلي واسأل هل المسيح هو الله المتجسد فقلت استغفر الله لكن ما بزعلكم بصلي على طريقتي قلت اللهم ارى ان الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا اتباعه وارزقنا اشتنابه تاني يوم بيسألوني المبشرين صليت قلت لهم ايه نعم صليت قالوا لي واش صار قلت لهم ولا شيء لكن بصراحة كنت اول مرة افكر ليش حنا نقول ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه لو الإسلام كان دين الحق ليش نصلي كده هل هذا هو عدم ثقة ممكن عدم ايمان جايز المهم وبعدها بكم شهر جاني حلم عرفت منه انه المسيح هو الله المتجسد اللي راح للصليب بدلا مني ولكن مثل اي مسلم ما قدت تعترف هذا بهذا اللسان علشان كده قررت اني اقرأ الكتاب المقدس واعرف عن ايش يتكلم بالضبط قبل ما اخذ ايش اي قرار دورت بالنت ولقيت موقع مسيحي يقدم خدمات بعدة لغات ومنها العربية ولقيت انه الانجيل يتكون من شقين العهد القديم وعهد جديد القديم كتاب اليهود والجديد كتاب المسيحي فقلت بنفسي بانزل للعهد الجديد حق المسيحيين واقرأهم ومن اول مرة اقرأ الكتاب المقدس العهد الجديد يعني الانجيل عرفت انه المسيح راح للصليب بدلا مني لانه المفروض انه انا الخاطئ اللي اروح للصليب بسبب الخطيئة ومش المسيح الكامل للبار لكن هو قرر من نفسه انه يترك السماء وينزل على الارض علشان ينصلب بدلا مني سألت نفسي ليش الجواب كان موجود في يوحنى ثلاثة ستحش لانه المسيح هكذا احبني بدون استحقاق وهو يحبك انت بعد وبدون استحقاق له كل المجد المهم بواصل معكم القصة لقات المسيح يقول مكتوب ليس بالخبزة وحده هو يعيشي الانسان سألت نفسي وين هو مكتوب فيه وبعدين تكلم المسيح عن عشعياء النبي ودانيال النبي سألت نفسي مرة تانية مين هدول وين ألاقيهم وين أقرأ عنهم بحث بسيط وعرفت انه الاجابة كلها موجودة وين في العهد القديم وكأن الله يقول لي هن بعد العهد القديم كتابي روح يقرأ عشان تتوضح لك الصورة فاللي عاشوا قبل المسيح كانوا ينظرون للمستقبل منتظرين المسيح بعين الايمان ولكن حن نعيش الان بعهد النعمة حن عندنا الانجيل وعندنا هم بعد العهد القديم كل شي عندنا نشكر رب يسوع المسيح له كل المجد طيب بعد كده أنا قررت أني أنزل العهد القديم وبديت أقربه الملفت لنظر أنه معظم التعاليم الموجودة في العهد القديم هي من صميم عاداتنا وتقاليدنا واللي هي مفروضة على اليهود لكن حن نسويها بالطبيعة لأنها عاداتنا وتقاليدنا المهم وصلت وصلت القراءة إلى أن وصلت إلى الآية للقول كسوتني جلدا ولحما فنسجتني بعظام وعصب وهذه الآية لقيتها موجودة في سفر أيوب لصحاح العاشر الآية 11 هنا نطعت من على الكرسي وقلت الله أكبر بقى لصوتي وبعدها جات زوجتي تسألني قالت لي إيش اللي صار قالت له الكتاب المقدس يذكر تفاصيل تكوين الجنين في بطن أمه بشكل علمي دقيق عكس ما هو بالقرآن طبعا أنا تخصصي أجنة طبعا هي قالت لي اسأل منهم أبخص منك وسألت دكتور في الأجنة مسلم وسألت عن التناقض بين القرآن والعلم بخصوص النقطة بالذات فقال لي بالحرف الواحد أنا عارف أن القرآن غلط ولكن لازم تؤمن به لأنك مسلم طبعا هذا الجواب ما يعجب زوجتي فقررت أنها تسأل الشيوخ بطريقتها وأنا سألت الشيوخ بطريقتي هذا الكلام من عام 2001 وإلى الآن ما في أحد يقدر يجاوب لدرجة أن الكتب الإسلامية المنتشرة في الغرب لما يكتبوا بالإنجليزي يجوا عند هذه الصورة الآية اللي موجودة بصورة المؤمنين حقا فكسونا العظامة لحمة فيحطوا محلها نقاط ما يذكروها علشان ما عندهم جواب عموما شاركت اللي لقيته مع زملائي بالصحة المدرسية لأنني كنت أشتغل هناك بالصحة المدرسية بجدة ومكة وزملائي كلهم أطباء وممرضين ودارسين مثلي الحقيقة إنهم جلسوا حوالي شهرين أو ثلاثة يدورون عن إجابة ولما نفشلوا قرروا إنه يشتكوا علي هذا الكلام عام 2002 تحقق معي وقتها وبعدها هيدت الأمور وتحقق معي مرتين في 8 سبتمبر 2003 و13 أكتوبر 2003 وقتها جيت لعند زوجتي وقلت لها اللي صار وإنه الرب يبغاني أخرش من بيت أهلي وقبيلتي ومن وسط الناس اللي أحبهم مثل ما طلب من زمان من إبراهيم بالنسبة لي كمسيحي أنا أحبك وبيك تكونين معي ولكن أنت كمسلمة المفروض تتطلقين مني أنت واشتبي اختار لنفسك فقالت أنا أبغى أكون معك قلت لها بس ممكن أعيش أنا بالشوارع يمكن ما لقي شيء أكله يمكن أنقتل قالت لي أنا أبغى أكون معك طبعا هي لها أسبابها هي تبغى تكون معي لأنها تحبني وكمان عشان تحافظ على وحدة الأسرة وهم شيء عشان ترجعني للإسلام لكن الرب صالح هي اللي صارت مسيحية مثلي بعد ما درست الإسلام بتعمق وتقارن تعاليم الإسلام بتعاليم المسيح حسب ما تسمع مني الروح القدس صادق لما نقول آمن فتخلص أنت وأهل بيتك يوم الخروج حقي يوم 17 أكتوبر 2003 يوميها سفرت بشكل طبيعي من مطار جدة للأردن مع أنه المفروض أني ما أسافر لأنه هناك علي قضية بالمحكمة بسبب أني تركت الإسلام وصرت مسيحي يعني متقدم وأني ممنوع من السفر لكن الحقيقة أنه قبل السفر بسبوع كنت أصلي ليل نهار المزمور 91 اللي يقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يا بيت كلام صادق ويوم السفر قلت يا رب أنا ما بيك تشقلي البحر الأحمر لكن خرجني من هالورطة بطريقتك أنا كنت أصلي كده لأنه بقول لربنا أنا مؤمن بدون ما أشوف معجزة أنت يا رب وجودك بحياتي أكبر معجزة وفعلا يوميها تعطل الكمبيوتر حق الجوازات والموظف اضطر يأخذ الأسماء باليد عشان لا أتأخر عن الطيارة وبهذه الطريقة إله موسى وداود هو نفسه اللي شق البحر الأحمر الشعبه عشان يخرجون من بطش فرعون هو هو نفسه اللي عطل الكمبيوتر وخلاني أخرج من بطش سيف الإسلام هلولويا له كل المجد بكمل معكم القصة بعدين جلست بالأردن حوالي ثلاثة سنوات كلاجئ وبعدها الرب سمح لي أني أترك الأردن واروح لبلد آخر في هذا البلد اشتغلت ثلاثة سنوات كأخصائي مختبر تحليل للأغذية لمراقبة الجودة والنوعية وبعدها دعاني الرب من خلال قناة الحياة المباركة وتحديداً خدمة للأخت جويس ماير أني أدرس دكتوراه من غير تفاصيل ولكن قدمت على الدكتوراه وانقبلت وبدأت بالدراسة لكن لقيت طلاب مبتعسين السعوديين بالجامعة وعددهم حوالي خمسمائة طالب وصرت أبشر بهم خصوصاً أننا في بلد يحترم الحريات فمنهم من هو مش سائل ومنهم من آمن بالمسيح وتعمد وبعدين ترك ومنهم من آمن بالمسيح وتعمد ودرس له ويبشر الآن ومنهم من حاول قتلي وبعد ما تخرجت من الدكتوراه قل لي الرب طوبة لك لأنك كنت أمين مع خمسمائة طالب للخمسة وزنات حقتي كانت علشان كده بخليك تدخل كل بيت سعودي وتبشرهم بالمسيح وفعلا دعاني الرب من خلال هذه الخدمة المباركة على قناة الحياة زي ما أنتم شايفين الآن من خلال برنامج صباح الخير يا سعودي والمجلة السعودية وفقراتها المتنوعة الرب صالح وله كل المجد زي ما قلت لكم في بداية الاختبار الفضل كله يرجع لمين من الرب يسوع المسيح أنا ما بحث عنه هو اللي بحث عني والدليل أنا ما درست إعلام ولا درست لهوت ولكنت أبحث عن الله لكن هو اللي بحث عني ودعاني وريح بالي من خلال إيمان أهل بيتي زوجتي وعيالي علشان أتفرغ لها الخدمة المباركة لو أذكر لكم أدق التفاصيل اللي سواها الرب عشان أن تسمع هذه الخدمة وهذا الكلام حتقول فعلا هذا الإله العظيم مصانع المعجزات لأنه هو الإله الوحيد الحقيقي الحي اللي يسمع ويستجيب ويحب شعبه اللي خلقهم والله هذا يحب البشر ولكنه يكره الخطيئة تعالي اليوم وتعرف على إلهي يسوع المسيح لأنه قريب الإنسان عدوه ما يجهل من المسيح لو تتعرف عليه هتحبه أكثر وأكثر وكل ما تعرف عن قلبه ومحبته هتحبه أكثر وأكثر وتعشقه لدرجة العبادة وتشكره الكلمات يا إخوان تأجز وما تقدر تصف أي شي دور في داخلي من فرح بسبب قبول المسيح في حياتي وإنت تقدر تختبر هذا بنفسك وتختبر هذا الشعور من ثاني أخاف أنه الكلام ما يعطي المسيح حقه لكن أصلي أنك تحس وتشعر باللي أشعر أنا به الآن وتقدره أتمنى اليوم أنك تصلي وتطلب الرب يسوع المسيح في حياتك علشان تنال الخلاص خليني أصلي معك اليوم هذه الصلاة وكرر ورايا قول أيها الإله المحب أتقدم إليك الآن وأعترف أني خاطئ ولا أستطيع أن أخلص نفسي بنفسي أرجوك أن تغفر لي كل خطايايا وأن تجعلني مبررا بعمل المسيح الذي فداني على الصليب بموته من أجلي ولكنه لم يبقى في القبر بل قام من بين الأموات أرجوك أن تجعلني من أولادك وأن تملك على قلبي وكياني وكل حياتي آمين حبيبي المبارك إخوتي إذا قلت هذا الصلاة بإيمان صق تماما أنه كل خطاياك غفرت لأن المسيح شاء لها وأنك اليوم أنت مبرر اليوم أنت طاهر اليوم أنت تقدر تقدم على عرش النعمة تقدر تتكلم مع الله من خلال الصلاة على حساب دم المسيح له كل المجد أقول هذا الاختبار بكل طواضع والفضل كله يرجع للرب يسوع المسيح له كل المجد آمين